مصر في أقوب بنك استجاب بسرعة على نداء التضامن الوطني للحكومة الجادية تجاه ضحايا انفجار مستودع الذخير فضمن هذا الإطار فاتقدمها المدير العام لهذا البنك سيلفين باندي شيكا رمزيا بقيمة 50 مليون فرانك سيفا لضحايا ذلك الانفجار فهذه المساهمة المالية بحسب مدير البنك ستساعد دوله بقدر قليل من طاوض الضحايا الذين تضرروا بخسائر متفاوتها خلال ذلك الانفجار بدوره الأمين العام الوزارة العمل الشمي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية محمد بدل كريم باقاري أشاد بهذه المساهمة الرمزية لمصر في إيكوبانك لضحايا الانفجار شكرنا ألف شكرا للإيكوبانك لهذا الدعم واني نقولوا لإيكوبانك كنتو جبتوا قروش اني نكونوا نترزي في كادر هنا جبتوا فوقا وفي نفس الإطار فإن غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف الإيدوية أمرت بتحويل عشرة ملايين فرانك سيفا لضهاية الانفجار حيث أن أمين الخزين لهذه المؤسسة نور الدين جبريل موسى هو الذي كلف من قبل الغرفة بتحويل هذا المبلغ نيابة عن وزيرة العمل الشمي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية مرم عبدالله مديرة الوقاية وإدارة الكوارث عبر تناميق شكرها لغرفة التجارة لعقوفها بجانب الضحايا ينشر إلى أن أسبوع التضامن الوطني سيستمر حتى الأحد الحادي عشر من أخصوص الجاري شكرا للمشاهدة